لأ وكمان بعد إذن حضرتك دكتور يمكن دكتور هموني أشارة الجزئية هامة جداً إهدار تقاطي الشباب وإحنا دايماً عارفين ما نشبع على شيء شبع عليه فإحنا دلوقتي إيه القيم اللي إحنا بنبعد ولادنا عن القيم الدينية عن أنهما يلتزموا موعد الصلاة يلتزموا ببر الوالدين وصلة الرحم وينعزلوا وينفكرونوا لوحدهم كده رأي الدين في حاجة كده أي طبعاً بداية الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعاً يعني بداية يعني فقرة إن شاء الله تكون موفقة ومفيدة لكل اللي بيسمعونا وبجوة حديث طبعاً والدكتور فهي بس القصة كلها اللي شغلني في الإطار الكبير قوي ده إن هو الولد مش هيروح للحاجات دي إلا لما يفتقد حاجتين لما يفتقد الاحتواء من البيت من بابا وممتو ووا ووا رقم اتنين إن هو مش متطمن إلا للألعاب دي يعني هو مش متطمن مع حد قوي بدرجة إنه لما بيلعب باب جي هو خلاص إن شغل هو دماغه كلها متركبها في القصة دي ده أتلن المراضي وأنا أعترنه المرأة اللي جاية فبيبدأ يتعود على لغة العدوانية أكتر جداً وده بقى بينعاني منه كلما الزمن يكبر وكلما الولد يكبر ويدخل في مراحل مراهقة متقدمة هو فاقد بقى الاحتواء في الحتة دي فتحول الاحتواء إلى العدواني محدش بيحتويه الأمر اللي فيه إشكال انشغاله إحنا عندنا في العقل عندنا دايرة الاهتمام دايرة الاهتمام دي زي ما أنا مشغول بحاجة هي واخداني يعني مثلاً واحد لو ضربنا مثال عايزي اشتير عربية نوحها كذا مثلاً حيشوف العربية دي كتير جداً في الشارع رغم أن يا أفطن راكنا جنب البيت عنده وده بتاع جار وبتاع عامل ولم يحلم بيها وليس حيحلم بيها اللي حصل هنا أن العقل عمل فوكس على الانترستنج بوينت دي الدايرة الاهتمام دي جداً جداً فميشي وراها فبقى دماغه كلها ماشي في الحتة دي حاجة بتقول القيم والصلاة طبعاً هو لم يبقى يلعب باب جي ما هو لو جي وعد الصلاة حينزل يصلي حيبقى فقط دوره في حياة قتل في لغة اللعبة يعني النهاردة هو قايم دماغه هلعب إيه وهعمل إيه وهروح فين ففكرة النهاردة أنه مش لاقي احتواء من والده والدته أن زي ما الدكتور قالت فكرة الطاقة أنا عندي طاقة جثمانية وعقلية وزهنية وزمانية كبيرة جداً جداً طب أنا ليه محططش ده في أن أنا ابني يلعب لعبة يلعب سباحة طبعاً يعني يلعب لعبة فردية ولعبة جماعية لازم يلعب لعبة جماعية عشان يحصل شاء الله ومكتئب ومنعزل الألعاب دي بيتعلمه كده بتعلمه أنه حياته اتلخصت في الموبايل لو الشحن خلص بتاع الموبايل بيدقى جداً ينهار لو النت فصل بيدقى جداً لو برا البيت لا هو ماشي بالموبايل يعني هو لو ساب الموبايل كأنه عطعنا منه جزء أنا حتى بقولهم كده اتسن ده أصبح عنده الخمس حواس وأصبح عنده الحسة الستة أي أن كانت ايه دي الحسة العشرة بتاعته الموبايل بقى الحسة العشرة بتاعته الولد بيمشي بالموبايل والكابل والشاح الشارجر بتاعه لو مش من غيره حبايب قلبه بزرعة ليه بقى إحنا عايزين أنا مش هنقول إن إحنا هنمنع ده أو هنقطع ده لا دي محتاجة حاجتين محتاجة إن أنا حاسم أحلب ده بس حط ألية وقت يعني عندي زمن معين هيلعب فيه أنت النهار ده ليك ساعة أو ليك ساعتين هم أخروا ساعتين انتهى الأمر على كده مهما يدايق طب ويعيط ويخرب الدنيا وبيستاء جداً يبقى هيستعمل الطرق دي كل مرة هيعيط فتقوله له لعب هيعيط فتقوله لعب أنا أصلاً عندي مثال أنا عندي يمكن ابن أختي والده شهيد فإحنا من أول هو كان صغير فلما بباص تشهد فكنا على قد ما نقدر بنحاول نحتوي علي بالذات غير كل إخواته إنه الأصغر وهو الولد الوحيد فأي حاجة عايزها بنطبطب عليه الموضوع ده كنا فاكرينه هياخد فترة فمد معانا جداً إنه تعلق بالتابلت وبالألعاب الجيمز لدرجة إنه لا بقى حاسس دينا ولا حاسس بإخواته ولا حاسس بمامته ودائماً هنقول له يا علي أنت راجل البيت طب راجل البيت إزاي وانت عامل كده لدرجة الولد فقرات العنق بتاعته تأثرت دكتور مونة بعد إذن دكتور الشريف أنت كأم لو ما كان أختي تعملي إيه كدكتورة متخصصة تتعامل مع حد زي علي وإحنا نتعامل إزاي مع أولادنا الباقيين بصي لما التفل بيفقد الأب يعني تحديداً أو أحد الولدين بيبقى عنده هو لا يترجم إلا حاجة من حاجتين هو حالة الفقد إنه الشخص ده مبقاش موجود في حياتي فهو دماغه بالترجم البني آدم ده لفانكشنز هو كان بابايا بيعمل لي إيه فهو يعني حتى هيبدأ يسأل طب مين هيوديني الساحل طب مين هيوديني مين هيوديني مين هيوديني مين هيوديني مين هيوديني فإحنا حلينا محل لتابلت للأسف الشديد هو مين هيعمل كان المفروض إنه يبقى فيه البديل برد لأنه هو بابا لما بيوحشه قوي بيبتدي يفتكر الحاجات اللي كان بابا بيعملها له واللي مش حدها يعملها له فبيبقى خايف على الحاجات اللي هو حيفتقدها فإحنا لو بدأنا نطمنه إن كل الحاجات دي مش هتتأثر وإن حياتك ماشية بشكل مستمر وإن الحياة مستمرة إنه حدها يقوم بالوظيفة دي وحدها يقوم بالوظيفة دي بيبتدي حالة القلق والتوتر والفقد بتاع الأب ده يبتدي الولد يتعامل معاها بشكل موضوعي ويتأقلم عليها بشكل كبير كتا أما بقى بالنسبة للموضوع إنه إحنا خدناه للتابلت فإن عايز أقولك برضو مفاجأة تانية إنه إحنا كعرب بنزيد 11% في حالات الإدمان على المواقع بتاعة التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية عن الغرب يعني الغرب عمله لنا علشان إحنا نضيع بيه عمرنا ونضيع بيه شبابنا ونضيع بيه أولادنا الأولاد عندنا زي ما حضراتكم تفضلتوا زي ما الدكتور تفضلوا قيل إنه بيبقى عندهم حالة من حالات الهستيريا في إنه بيضحى 80% من المستخدمي الانترنت بيضحى أول حاجة يعملها إنه يدور على التليفون يمسك الموبايل بتاعه وقال لو تليفونه ضاع هو كده فقد عزيز عليه أهم من فقد قد يكون بنسباله أهم كارثة لو تليفونه ده ضاع مشكلة كبيرة جدا إنه القصة دي بقت موجودة إنه في عالمة في أمريكا بتعمل أبحاث وهي الحقيقة اللي غزتنا بالمعلومات دي غزتنا إنه ألارم إن الدول العربية في خطر شديد اسمها كامبرلي يونج الست دي مكرسة الحياة بتاعتها لدراسة ما وراء الوستدروز أو الأثار السلبية للإنترنت وللألعاب للفيديو فبتقول لنا أنتوا كعرب يعني خلوا بالكوا قوي وخصوصا الدول العربية اللي فيها الشباب عندهم وقت كتير أوي زي ما اتفقنا وزي ما الدكتور المتوافقة معا جدا في الكلام ده الكبايا ما كانتش مليانة بحاجة هتبقى ما فيش حاجة اسمها فاضي هي فيها هوا فإحنا لو ما كناش نشغل عقل اللي أولادنا بالمعلومات وبالرياضة ونخليهم يبقوا عندهم على طول 24 ساعة بتاعهم في برامج محتوطالهم لاستخدام الوقت فإحنا سيبنا لها الحق ما شغلناهش بحاجة فطبعا الانترنت والناس الأجانب دخلوا شغلوها بكل الباطل اللي بنشوفه ده صح